أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات هاشتاج إيه سأل الضاق ما خبيش عليكم إن أنا امتعطت جداً لما عرفت إن براندون كوري هو اللي كسب أرنولد كلاسيك 2022 بصراحة وبعد البوزينج اللي أنا شفته في البري جودجينج والجودجينج أنا كان بالنسبالي الفوز هيبقى أكتر نحية ويليم بولاك مركز الثالث ستيف كوكلو ماشي ده ممكن بنتكلم فيه في حلقة تانية براندون كوري كان من وجهة نظري كان نقص له حاجات كتيرة مقارنة بأحسن شيب هو قدمها قبل كده هنتفرج مع بعض على البوزينج وهم الاتنين مع بعض وهقول لكم أنا ليه شايف إن براندون كوري هنا فرونت دابل بايسيبس البطن عند براندون كوري أحلى السيمترية ممكن تكون أحلى بصوا الكتف بالدراع بتاع ويليم بونك عامل ايه مقارنة ببراندون كوري سايت تشاست دراع وكتف مختلف تماما عند ويليم بونك عند براندون كوري البوز اللي جاي دي برضو من البوزات اللي هي باك دابل بايسيبس بصوا الظهر بتاع ويليم بونك مليان ازاي مليان عضلات خصوصا النص التحتاني هو الاركتور سبايني لأ يعني من ناحية الكتلة العضلية ركزوا كده في الرجلين اللات سبرايد عاملة ازاي فرق الرجلين ما بين ويليم بونك وما بين براندون كوري عاملة ازاي يعني انا شايف ان ده فرق كبير حتى الظهر هنا هو باين تقسيم عاملة ازاي سايد ترايسيبس برضو بصوا الفرق في الرجلين عاملة ازاي يمكن الحاجة الوحيدة اللي احلى عند براندون كوري هو التناسق العضلي اللي عنده يعني هو كشكل ممكن يكون اجمل شوفوا بقى هدي مقا من البوزات اللي براندون كوري كسبها وهو مغمض الدومينل انساي دي بتاعته هو ومش بتاعت ويليم بونك خالص برضو البطن بينه بصوا الرجلين عاملة ازاي بصوا فرق الرجلين عاملة ازاي العروق الابر بارت كتف ودرع لأ يعني لما الواحد يجي يبص انا كنت بعد البري جودجينج والفاينل لما شفته ويليم بونك كان يحرز اللقب مش عايز اقول بمنتهى السهولة بس كان واضح وعشان كده الصحافة لما قالت يعني ان البطولة دي اتختت من ويليم بونك وبدوها لبراندون كوري انا مضطر ان انا اتفق معاهم. هنا برضو ده كان اكتر في ويليم بونك عمل ازاي? وبراندون كوري عمل ازاي? التطور ما بين والجودجينج كان واضح. بس شوفوا الفروق عاملة ازاي? هنا احنا بقى نتكلم عن الكول اوت ميشل طوب ثري طبعا احنا عارفين انه ستيف كوكلو مركز تالت مركز تاني ويليم بونك ومركز اول آآ براندون كوري اللي هو بطل مستر اوليمبيا سنة آآ الفين وتسعة عشر. موضوع ان ستيف كوكلو احرز المركز التالت مخالنة بالمنافسين بتوهو? يعني ده فعلا لازم اخصص فيه حلقة الوحدة خصوصا كمان نتيجة آآ ريجين جرايمز. بصوا كده. فرونت لات سبريد عاملة ازاي? بصوا الرجلين بتاعت ويليم بونك عاملة ازاي? بصوا التأسيمة بتاعته عاملة ازاي? اللفة تكويرة الكتف مع الدراعة تاني. شوفوا الثاي عاملة ازاي? شوفوا الدراعة عاملة ازاي? الشرادينج عاملة ازاي? التكتل العضلي عامل ازاي? الديفنيشن في الرجلين عامل ازاي? يعني دلوقتي في الاخر بوز اللي احنا هنشوفها مع بعض اللي هي الـ باك دابل بايسبس لأ فرق السماء والعمل. اتمنى تكون الحلقة دي من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الدكتور كون عجبتكم ونلتقي قريبا في حلقة جديدة بازن الله.